السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم خاصي اشبت لكم بعد الوصفة في اعلام في اعلام زهمة وعرة. وعرة بناء الكلمة وعرة. الناس اللي باغي مني. حيضو اه شناب. اه عندو معراض. وهم شحمين وهم زمين. وعندو الكرش ولاتخاط ولات. ولحسا اه ريك الكساف. كيكونو كسافة معراض. ودرعان وهذا. المهم هدو الصخصي اه زي ما اكيدو مجربة. مجربة مجربة زم مجربة. اه الحمدية لكم. وخلط تعرفوا غدي بقى مجبت. مغديش يبقى مغديش يترخى ونه غدي. اتشغل فاطلة. لا. غدي نحسو فعلا معنى كريمة. اول حاجة خرصي اللي غتبدا بها. هو حلوة. اه نبدو بعدها لانشنو ما نخصو مش تاكلو. اه ما تاكلوش غير الحلوة. وصكارت نقصو شوية. حلوة الشوكولات تاكشي. كلو ما تزار الشوكولاتك حالة. بشي تريف مش مشكلة. اما الحلاوي و اي حاجة في دي الحلوية تعيضوها. وذك شي اللي يبقل في الزيت. صافي. انا باقي اخوتي اكلو. اذا ما بايسو. دك شي اللي تمان محاوذين اللي يقولوه. قلت لكم ده باش نو ما تاكلوش. اه الحاجة الثانية اخوتي. هو انكم كل نهار يوميا عندكم اربعة كيلو تال خمسة كيلو دي التفاع في المهار. اه غدت عصروا. اتشربوا غير المريلو. هدي يوميا. اه التاني حاجة في اللي غديت اخذوها. هدو باستمرار تفاع يوميا. المريلو اربعة كيلو تال خمسة كيلو في المهار. غير عصير. كل ما. المخوتي شربوهتين. شربوا همم numerous. وال حاجة ما. صاحفيي لرحيتنا من هذا غديت نتخلوه شنه هدول في داتكم. عاد شربيو خوتي اه الملفوف ملفوف عليكم بالملفوف وزيد لوت والسلوفان هدي تمشيوا المنطقة هدي تم بغي نقصوها مثلا جناب الكرش مثلا جناب الكرش هدي تشتو زيد لوت وغاز بدو تديرو حركة دائرية في الكرش وفي الجناب تبقى وتماثي 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 وتتسخون لكم يديكم تتحسو بيديكم والأسخون من بعد غادي تديرو داك الملفوف دوك الوراق نتدوروهم عليكم ونتدورو عليهم في الصلوفان صافي نصيبوهم مجادين ونتدورو عليهم في الصلوفان بيديكم بالنسبة للقرشة والوجناب في الوقت نصيبوه يديدروا المساج بزيد لوت تصليكم ولي تديركم وتديرو داك الملفوف دوك الوراق وتطوروهم بصلوفان بديروا الفخات مجادين بالنسبة للوراق ومساج وصلوفان وتلبسوا شورت أو سروال أو لاصق بالنسبة للترعان والكساف بالنسبة للبنات والريالات مثلا عندهم الكارش والجناب أريد أن نقصوا منهم ما يقولون خارجين مثلا وتحددتهم وهنا يجبون كل إزراث المرح أتعد للمرح مضح فتحددهم فنحن نتعلم لا نصور بالقناة بالنسبة لما يريدون الكرش العيالات كنت أرى في البكري والذي كنت أرى في البكري بيديكم بهذا بالنسبة لما يريدون الدرعان الدرعان والكساف يريدون فجاج ومرايا 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 أشعروا ومرايا 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 هذه القضية يوميا ويجب أن يتعبروا في كل مكان ويجب أن يجب أن ينقص مثلا من ناحية الحزان يجب أن يجب أن يجب أن يجب يجب أن يجب أن يجب أن تبقوا وتقبل مدى ومن يجب أن تتبعوا المهم أن تتبعوها يوميا يوميا وبنسبة لما يجب أن يجب أن تدود منك سوف تشربوا السوائل سوف تشربواها سوف تخرج سوف تشربوا هذا المزيد سوف تخرجوا سوف ترى كيف سوف نشرح عليكم المهم أن تشربوا الماء بثاف ونقوموا بسفاة ونقوموا بسفاة ونقوموا بسفاة ونكرشنا أصبقاشا سوف تكون مخوصة ممتعي سوف تشربوا والتي أكون لاطاية و أعلى سوف تحضروا نفس هذا العديد تحتاج إلى جسم تحضر المزيد لا يستتأكلوا وليس لأكلهم لا يستطيع أن تحضروا لا يستطيع أن تحضروا من أجل حلوة ممتع milliseطاء تقولوا عائري غير الماء يترد في النهار وتفح تلخمسة كيلو في النهار استافي 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 أخوتي هذه الوصفات اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته